هنا ونتكلم عن عدد الجرعات اللي تم التعاقد عليها في هذه الفترة أو مؤخرا طبعا يعني أولا 40 مليون جرعة لقاح عن طريق الكوفاكس فاسيليتي بتوصل لنا تباعا وعلى رأسها اللقاح بتاع استرازينيكا التعاقد على اللقاحات جونسون يعني هو التعاقد على 20 مليون جرعة سبوتنيك دي برضو 20 مليون جرعة والحاجة الأهم وأنا من وجهة نظري بتدعوني كمصري للفخر أنه هو توطين صناعة اللقاحات زي حضرتك ما قلتي من خلال يعني الدولة كانت حريصة على أن تنمية قدرات الشركة الوطنية فاكسيرة للأمصال واللقاحات المخطط أن ننتج اللقاحات قبل نهاية العام أكثر من 70 مليون جرعة يعني أعتقد أن تصنيع لقاح زي سينوفاك فاكسيرة بهذه الكميات والكميات اللي احنا متعاقدين عليها أعتقد أنه هو شيء يبعث على الفخر أن مصري فعلا في طريقها للمناعة المجتمعين ممتاز طيب قبل ما نروح فعلا للتوطين ونتكلم أكتر بالتفاصيل عنها لكن الأول أقول لي إمتى إن شاء الله يا دكتور يكتمل وصول يعني الجرعات المتعاقد عليها بأنواعها المختلفة طبعا يا فندم هي في الكلتشين أو سلسلة التبريد هو كل ما جلنا اللقاحات بصورة متتبعة يعني ليس المهم أن هي توصل لنا كلها مرة واحدة هي إحنا ماشيين وفقا لخطة واضحة اللقاحات بتصل اتباعا ما فيش وقت بيعدي حضرتك على مدار الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبله الأسبوع القادم هتلاقي كميات كبيرة من اللقاحات بتصل إلى الأراضي المصرية وعلشان كده يمكن التوسع في مراكز التطعيم إحنا دلوقتي عندنا 539 مركز لتطعيم السادة المواطنين بلقاح كورونا بالإضافة إلى 126 مركز لتطعيم المسافرين فأعتقد المنظومة دي كلها وإدارتها ويسلسلة التبريد اللي بتتم من خلالها ويسلسلة الإمداد باللقاحات إحنا ماشيين في طريقنا صح ومستهدفين إن إحنا أكتر من 40% من السكان يكونوا متعامين قبل نهاية العام اللي وصلنا إلى مناعة كبيرة وخاصة في الفئات عالية الخطورة إيه الميزة من تنوع اللقاحات؟ يعني إيه الميزة أن إحنا يبقى عندنا لقاح جونت أسترازينيكا الصيني بأنواعه، الروسي؟ هو في البداية إحنا فعلاً اللجنة العلمية المشرفة على لقاحات كورونا يمكن معالي الوزيرة وجهت إن إحنا مش عايزين نتعامل مع لقاح واحد يبقى دايماً إحنا منفتحين لإعتبارات كتيرة أبسطها يعني لو في قصور في سلاسل إمداد وجهتشير كمان يبقى موجود عندنا بكب أو البديل من لقاحات أخرى فتنوع اللقاحات الموجودة عندنا سواء ساينوفارم أو ساينوفاك أو أسترازينيكا أو جونسون أو سبوتنك في أو فيزر كمان جاي في الطريق فأعتقد إن دي حاجة كويسة بتخلي على طول عندي متوفر اللقاح ده ما بيقولش إن لقاح كويس ولقاح مش كويس هي قولاً واحداً يا فنم وحسب المرجعيات العلمية جميع اللقاحات التي حصلت على موافقة من منظمة الصحة العالمية هي مشهود لها بالكفاءة والفاعلية إني أترك الرأي إن أنا أخذ أنهي لقاح هي مسؤولية الطبيب اللي بينازر الحالة في مركز التطعيم وهو اللي بيحدد إن أنا أخذ إيه إنما أمان وفاعلية اللقاحات كلها مضمونة وكلها فعالة ترجمة نانسي قنقر